ليلة النص من شعبان ليلة من أغلى الليالي على الله في السنة اوعى تظن إنها ليلة أقل من أي ليلة من ليالي رمضان للدرجات دي اوعى تظن إنها ليلة أقل من ليالي العشر الأوائل من زي الحج اللي فيهم الحج ما هقولها الليلة دي الليلة دي بهذه الغلاوة بقى حديث صحيحة أبدا مش ضعيفة أحديث قوية وصحيحة والأئمة الأربعة والمذهب الأربعة قالوا على فضل هذه الليلة الإمام أحمد والشفعي وبو حنيفة ومالك كله اتكلم عن فضل الليلة دي وعن ثواب الليلة دي والأحاديث العظيمة اللي قالها النبي في الليلة دي بالله عليكو الليلة دي اوعى تفوتك اوعى تفوتك أعمل فيها ايه النبي قال قوموا ليلها وصوموا نهارها بكرة تبقى صايم والليلادي تبقى بتقوم الليل ايه الليلة دي وإيه ثوابها وإيه حكايتها وليه قبل رمضان على طول موجودة الليلة دي الحقيقة الأول نقول ثواب الليلة دي وتركز ولو تقدر تكتب الأحاديث دي عشان تفكر فيها وتصحصح فيها كده النهاردة بالليل وتشحن قلبك بالأحاديث دي علشان تصلي بالليل وانت حاسس بقيمة الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كانت ليلة النص من شعبان فإن الله يطلع إلى عباده فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن داخل فخناء مع حد أو عاقل والديه أو قاطع رحم أو شارب خمر خمسة استثناه من نبي خمسة بس وغير كده أنا مش ولا واحد من دول ليلة النص من شعبان يطلع الله على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أنا مؤمن موحد بالله الحمد لله أو مشاحن ها متخنق مع مين ومتصرع مع مين روح صالح يغفر لك الآن تخيل يغفر لك ليلة النص من شعبان وفضل على رمضان خمستاشر يوم تخيل هتدخل رمضان عامل إزاي ربنا راضي وغافر ليك ومتقبل منك فتجيب ليلة القدر كأن دي بوابة ليلة القدر ليلة النص من شعبان اوعى يا بنات تفوتكوا اوعى يا شباب تضيعوها وحكوا عنها وانشروا الفيديو ده عشان الناس كلها يوصلها الفكرة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك يطلعوا على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا خمسة اوعى تكون واحد منهم اوعى تكون أبوك همك زعلين روح بس إيديهم وراضيهم اوعى تكون قطع لرحمك اعمل تليفون لعمك والخلتك قبل ما ييجي الليل عشان تدخل الليلة فيطلع عليك انت عارف يعني ايه يطلع عليك عباده واحد واحد ها عاملين ايه مين ماشي صح مين مش عامل ولا واحدة من الخمسة دول يغفر له أنا يا رب كأننا وقفين عاملين بنعرض نفسين على الله أنا يا رب اختارني أنا اللي لادي اسمع الحديث ثاني ليلة النصف من شعبان يطلع الله فيها على عباده فيغفر لجميع خلقه الا مشرك او مشاحن او عاقل والديه او قاطع رحم او شارب خمر لو انت مش واحدة من الخمسة دول وداخل الليلة دي ومستعد كده ومصحصح يغفر لك الله سبحانه وتعالى الحديث الثاني ليلة النصف من شعبان وقت فيها اربع حديث الحديث الثاني اللي جه في ليلة النصف من شعبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل الله سبحانه وتعالى يتنزل يعني برحمته وبعفو الى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فينادي هل من مستغفر فاغفر له هل من طالب رزق فارزقه هل من مبتلى فقعه فيه ثلاث حاجات ثلاث حاجات مفيش حديث ورد فيه الثلاث حاجات دول بالذات هل من مستغفر فاغفر له مين اللي عايز يرجع لي مين اللي عايز يتوب الي مين اللي عايزني اغفر له واسمح وارحمه اتنين هل من طالب رزق فاعطيه دي ليلة بتوزع فيها ارزاق يا جماعة دي مش ليلة عادية قوم صلي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها تقوم النهاردة بالليل وتصوم بكرة فإن الله يتنزل فيها الى السماء الدنيا ينادي هل من مستغفر فاغفر له هل من مستغفر فاغفر له هل من مستغفر فارزقه هل من مبتلى فأعافيه حد جماعة عنده مرض حد من ولاده عنده مرض حد أبوه أمه عنده مرض حد بيشتكي من حاجة من وجع الليلة دي ليلة معافاة الليلة دي فيها ثلاث حاجات يا جماعة مغفرة ورزق ومعافاة ينهر أبيض على الليلة دي ايه الثواب ده ايه قيمة الليلة دي هذا الحديث رويته السيدة عائشة هذا الحديث الإمام الشفي عشان محدش يجي يضحك عليك ويقول لكم الأحاديث ضعيفة الإمام الشفي قال أحب أن أحيي ليلة النص من شعبان لعل الله يرزقني ويعافيني الحديث صحيح ابن تيمية بيقول كان السلف يقومون ليلة النص من شعبان ويلحون على الله في الدعاء فيها الحديث صحيح يقول الإمام أحمد بن حنبل دعاء حديث ليلة النص من شعبان حديث صحيح ايه ده ايه قيمة الأحاديث ده ابن حجر يقول عليكم ابن حجر ده اللي شرح صحيح البخاري عليكم بليلة النص من شعبان فإن لها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة لها عند ربنا مغفرة مخصوصة ولها عند ربنا إجابة دعاء مخصوص لازم ندعي إلحق ادعي إحنا يا جماعة منزلين الفيديو ده انشروا لكل اللي بتحبهم وقوموا للادي وصوم بكرة خلي بالك يا جماعة عند العرب لما يقولوا يعني ايه اكتر ما كانوش يعرفوا رقم المليون فلما يكون عايزين يتكلموا على حاجة بالملايين يقولوا العرب مثلا عندهم كشعر كشعر غنم كلب كلب دي قبيلة عندها غنم كتير فهم عايزين يقولوا ان الرقم فوق الملايين فيقولوا كشعر غنم كلب القبيلة اللي اسمها كلب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يطلع الله إلى عباده في ليلة النص من شعبان فيغفر لهم إلا المشاحن نفس الكلام أو قاطع ولا لديها أو قاطع رحمه فيغفر لهم أكثر من عدد شعر غنم كلب عايز يقولهم بالملايين بالملايين يغفر لهم في هذا اليوم السيدة عائشة ليلة النص من شعبان بتقول رأيته النبي يسجد فيطيل السجود فوجدته يدعو وهو ساجد أعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ برضاك من صختك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ليه بيقوله أنت كما أثنيت على نفسك ليلة النص من شعبان من كتر المغفرة اللي ربنا بيغفرها من كتر المبتلين اللي ربنا بيعافيهم من كتر الناس اللي مزنوقة في رزقها ومديونة فربنا أمرزقهم وموسع عليهم أنت مصدق في الأحاديث دي أنت مصدق في أحاديث النبي الليلة دي ليلة غالية قوي 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 قوم صلي اشحم قلبك بالكلام دوا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وصنا بإيه عرفتوا ليه الناس مش واخدة بالها من ليلة النص من شعبان عشان مش مركزة كله مستني رمضان عشان كده النبي بيقول يغفل عن شعبان كثير من الناس ده فيه ليلة الليلة دي اللي اتغيرت فيها القبلة كان النبي والصحابة بيبصوا للمسجد الأقصى والنبي كان نفسه يبصوا للمسجد الحرام فإرضاءا لرسول الله في ليلة النص من شعبان تحولت القبلة إلى المسجد الحرام للكعبة إرضاءا للنبي ليه؟ لأنها ليلة إرضاء إذا كان راض نبيه فحيرضيك لو قمت في الليلة دي حرفت فضل الليلة دي شحنت قلبك نفسك تقوم تصلي وتعرض ربنا وتسجد وتصوم بكرة وتتعبد وتقول للناس كلها يا جماعة ليلة النص من شعبان طب إيه علاقتها برمضان علاقة كبيرة قاعدة كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيخلي أي عبادة كبيرة لازم قبلها تمهيد الصلوات الخمس ركعتين سنة قبلهم الحج يقولك صوم العشرة الأوائل من زي الحجة ليه؟ تمهيد نفسي تأهيل تدريب علشان لما تخش على العبادة الكبيرة تكون مستعد فما بالكو رمضان كان لابد من تجهيز نفسي ليلة النص من شعبان كأن ليلة النص من شعبان بتقولك يلا هنغسلك من زنوبك فتخش رومان تجيب ليلة القدر ويدغفر لك بقى ويستجاب دعائك بقى وتعلى وتعلى ليلة غالية قوي كأن ربنا بيقول لنا يلا هنا نقطة سماها رمضان بس مش معقولة هتطلع لها من الصفر اطلع لها من نقطة في النص سماها النص من شعبان عشان يفضل المستوى بتاعك والمنحنة بتاعك طلع 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 شفتوا الفكرة بتاعة النص من شعبان تأهيل تدريب حاجة كده تاخدك لفوق عشان لما تيجي في رمضان تقفز قفزة كبيرة إلى الله تكون مستعد قبلها عارفين زي في سباقات السباحة مش فيه الستارت يقوم دافع نفسه بقوة نفس الفكرة في سباقات الجري مش يرجع لورا عشان يزق نفسه ليلة النص من شعبان هي أقوى تأهيل لك لرمضان جاهز مستعد هتصلي النهاردة بالليل هتبعت الكلام ده لكل اللي بتحبهم وكل الناس اللي تعرفهم تقولهم الليلة دي هنقوم الليلة دي وتدعي بالله عليك ادعي لو أي حض مريض بتحبه بالله دي ادعي إن ربنا يرزقك ويوسع عليك ادعي بالمغفر عشان يدخلك رمضان وهو راضي عنك شفت الليلة رائعة مش كده فهذا الحاجة عندنا واجب عملي ايه الواجب العملي عايزين الفيديو ده يوصل لكل إنسان انت بتحبه في حياتك كل الناس غفلة عنها ايه الحق ليلة النص من شعبان اي حد تعرفه بيقولك لا دي مش عارف أنا مش واخد بالي ومش مهمة صحي اللي بتحبهم صحي اللي حواليك صحي أهلك وجرانك الواجب العملي هننشر الفيديو دوا لكل الناس اللي بنحبهم في حياتنا أنا دي كانت حلقة النهاردة تعالوا ندعي تعالوا ندعي دعاء اللاجئ إلى الله في ليلة بيستجيب فيها الدعاء إني داعي تأمن يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعاء في هذه الليلة العظيمة وفي هذا الوقت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور وأنت الذي ترزق وأنت الذي تعافي وأنت الشافي وأنت الرزاق وأنت الواسع توسع على عبادك وأنت الغفور الرحيم التواب الحليم الكريم الودود ذي العرش المجيد يا حنان يا منان يا ربنا يا من تتلطف على عبادك وقد عصوك طويلا وأنت تحلم عليهم طويلا ثم تكتبهم من المغفور لهم وترزقهم وتعافيهم اغفر لنا اليوم وارضى عننا وسمحنا واعفو عننا وتوب علينا اجعلنا نتوب الليلة لندخل رمضان وأنت راضٍ عنا نستغفرك ونتوب إليك يا كريم يا رحيم يا ودود اغفر لنا وارحمنا وسمحنا اغفر كل زنوب السنة اللي فاتت اللي لادي اغفر زنوب العمر اللي فات اللي لادي اغفر لنا وارحمنا وسمحنا نقسم عليك ارزقنا ارزقنا أنت نبيك أخبرنا أن في هذه الليلة من طلب منك الرزق رزقته ارزقنا وفرج هممنا ووسع ارزقنا واقد ديوننا ووسع علينا وسع علينا وسع علينا رزقنا أكرمنا أعطنا ولا تحرمنا ارفعنا ولا تضعنا اللهم إنا نرجوك لكل مريض إيش في مرضانا إيش في مرضانا إيش في من كان مريضا من أبأنا من أولادنا من أحبابنا إيش فينا وعفينا بعد هذه الليلة الكريمة اجعلها ليلة شفاء إن عجز الأطباء إيش فينا أنت الليلة إن عجز الأطباء عن شفاء أبأنا أو أولادنا فاشفيهم بشفائك في هذه الليلة العظيمة حببنا في قيام ليلة وحببنا في صيام نهارها واغفر لينا وارض عننا افتح علينا في رمضان فتح كبير يا ربي يا من خلتنا ندرك هذه الليلة اجعلنا بلغنا رمضان بلغنا رمضان اذا غفرت لينا الليلة فخلينا نبلغ ليلة القدر واجب دعاءنا وافتح علينا في رمضان فتح كبير اللهم افتح علي ببرنامج رمضان فتح كبير يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان له عندك طلب الليلة أو رجاء أو أمنية من كل من يسمعنا الآن حقق رجائهم وأجب دعائهم وحقق أمانيهم يا رب استجب دعائنا لا ترد لنا دعوة الليلة يا رب وبلغنا رمضان وافتح علينا وسدد ديوننا وارزقنا واشفينا وعفينا واغفر لينا وارضع عنا وسامحنا يا رب استجب يا رب نجح الشباب في امتحاناتهم والبنات في امتحاناتهم أرزق بنتنا أزواج صالحين وأرزق شبابنا زوجات صالحات برزق الليلات يا رب ارزقهم الزواج الصالح برزق الليلات يا رزاق أرزقنا بر الوالدين أرزق ولادنا بر الوالدين يبرونا ارضى عنا وارزقنا وافتح علينا يا ذا الجلال والإكرام فتح كبير في رمضان يا رب استجب يا رب استجب وجعلها ليلة مقليلة مبركة وليلة إجابة لنا كلنا يا رب العالمين آمين 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 صلى الله عليه وسلم وباركة على سيدنا محمد أشكركم جدا يا جماعة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته